أود مجدداً للملف الليبي للحديث عن الانتقادات التي وجهت إلى ممثلي قوات حفتر في اللجنة العسكرية بعد تعليق عملهم في اللجنة بالإضافة إلى المحادثات في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة ينضم إلينا من ترابلس العقيد عادل عبد الكافي المسشار العسكري لقائد الأعلى للجيش سابقاً أهلاً بك سيد عقيد عادل وأبدأ معك بتعليق ممثلي قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمشاركتهم في اللجنة العسكرية 5 زائد 5 هل يترتب عليها أي أثاث سلبية على اتفاق ووقف إطلاق النار الموقع في جنب؟ تحية طيبة لك سيدتي وكذلك مشاهدينكم بالتأكيد هو يترتب عليه عدة أضرار وأهمها كما أعلن من خلال البيان وقف أعمالهم من خلال لجنة 5 زائد 5 نهيكي أنه يعتبر من خلال بنود هذا البيان أنها عملية انفصال وحصار للمنطقة الغربية كذلك تدخل السافر حقيقة في الشأن السياسي وهذا ليس من مهام اللجنة المهام اللجنة هي محددة من خلال عدة بنود التي تم الاتفاق عليها أو أبرمت في جنيف برعاية الأمم المتحدة منها إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية وقوات الأجنبية كذلك تسليم حقول الألغام تبادل الأسرة فتح الطريق وغيره ولكن النقاط التي ذكرت في البيان هي حقيقة مأسوية بمعنى أن نتحدث عن غلق الطريق كذلك منع الرحلات ما بين الشرق والغرب كذلك إنهاء عمل هذه اللجنة من خلال اجتماعات مع خمسة التابعين لطرابلس كذلك مهاجمتهم للحكومة والأطراف السياسية الموجودة في الغرب الليبي مع أن القائمة التي أتت بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك بالمجلس الرئاسي كانت بالتوافق ما بين الغرب والشرق والجنوب وكذلك من الدول الفاعلة في الملف الليبي التي تدعم هذه الأطراف داخل الأراضي الليبي فحقيقة هذا يعتبر انتكاسة كبيرة جدا من الاستقرار في ليبيا كذلك محاولة اتخاذ هذا القدر سيد عادل وبالتالي هناك محاولات من قبل ممثلي المنطقة الغربية في اللجنة العسكرية لحل هذه الخلافات التي تتحدث عنها وكل ما جاء في بيان تعليق المشاركة الأسباب منت الوضوح سيدي المتواجدين في المنطقة الشرقية حقيقة ليس لديهم إرادة أو رغبة حقيقية في استقرار ليبيا لازالوا يتطلعون إلى العمليات العسكرية شهدنا على مدار الأشهر الماضية كيف أحدث مناورات بالاشتراك مع المرتزق الفاغ نار الروس المحتلين لأراضي ليبيا بحجم دولة تونس وأيضا يحتلون قواعد استراتيجية هامة كقاعدة الجفرة استراتيجية قاعدة جردبية المحاذي لمدينة سيرت كذلك قاعدة براك الشاطئ المتواجدة في الجنوب الليبي نهيك عن بعض المهابط الترابية في الوسطة الجنوبية لليبيا تحت حراسة مرتزقة تشاديين تحديدا وبعض العناصر السودانيين فلذلك هذه الأطراف لم تقدم حتى أيضا حجم أعداد المرتزقة المتواجدين سواء الروس الذين أتوا عبر رحلات من سوريا إلى المنطقة الشرقية ثم انطرقوا إلى المنطقة الوسطى وتمركزوا في المواقع التي ذكرتها منذ قليل نهيك لم يسلم حقول الألغام أو خارطة حقول الألغام ولا مواقع ولا حجم الأسلحة الثقيلة ولا المتوسطة التي تم دعم بها العناصر المرتزقة الأفارقة تحديدا التشاديين والجنجويد فلذلك لا يوجد حقيقة النواية الصادقة من هذه الأطراف متواجدة في المنطقة الشرقية ولا حتى من الأطراف الإقليمية الدعمة له لإحداث استقرار حقيقي في ليبيا طبعا هي محاولة لإفشال المصار العسكري محاولة أيضا لإفشال المصار السياسي إفشال أي توجه باتجاه الانتخابات التي يتطلع إليها الكثيرين من أبناء ليبيا سواء في المنطقة الغربية أو الشرقية شاهدنا كيف خرجت بعض الأهالي في المنطقة الشرقية مدينة البيضة تحديدا مدينة طبرق وهناك أيضا تطلع في بعض المدن في المنطقة الشرقية للمطالبة إلى الذهاب إلى الانتخابات وإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة الذين جثموا على صدر الليبيل ما يقارب عن 9 سنوات و10 سنوات سأنتظر مما قلت سيد عادل كما ذكرت وفق تعبيرك هي محاولة لإفشال المسارين السياسي والعسكري هل من ربط بين هذا القرار من جانب ممثلي لواء خليفة حفتر وبين اجتماع القاهرة الذي يعقد بين ممثلي لجنتين النواب والأعلى بداية سيده أحب أن أذكر الجميع بعدة نقاط بشأن الاجتماعات التي دارت على مدار الأشهر والسنوات الماضية انطلاق بليرمو للصخيرات لجنيف لباريس للإمارات للقاهرة العديد من المرات من اجتماعات سياسية ما بين مجلس الأعلى الدولة ببرلمان وكذلك اجتماعات مجلس خمسة زي خمسة اجتماعات في تونس وغيره وماذا كانت النتيجة أنا قلت بممونت الوضوح في المنطقة الشرقية لا يردون لليبيا الاستقرار لازالوا يراهنون على العملية العسكرية أنا أشرت إلى نقاط مهمة المناورات العسكرية التي انطلقت بالشراكة مع المرتزقة الفاغنة هي رسالة واضحة إن هؤلاء لا يردون لليبيا الاستقرار لازالوا يراهنون على المرتزقة المتواجدين ومتحالفين معهم في المنطقة الوسطى كذلك حجم الأسلحة إلى الآن لم يتم ترحيل أعداد الأسلحة المتواجدة على الأرض الليبية لازالت متواجدة هذه العناصر فلذلك من هم متواجدون في المنطقة الشرقية لا يردون الاستقرار ليس لديهم نوايا حقيقية لم توجد أي موشرة من قبلهم كما ذكرت سابقا تسليم حقول الألغام أعداد المرتزقة حجم الأسلحة لا توجد مثل هذه المؤشرات بانقاموا بتسليمها لرفقائم أو شركائم في مجموعة خمسة زي خمسة ولبعثة الأمم المتحدة حتى يكون هناك إثبتات وأدلة حقيقية إنهم يريدون الاستقرار لليبيا فلذلك هم لازالوا يراهنون على العمليات العسكرية إفشال أي مصارات سياسية وأعيد وأؤكد على نقطة هامة جدا سيدي الإشكالية في ليبيا سيدتي عفوا إشكالية في ليبيا هي ليست إشكالية سياسية هي إشكالية عسكرية بمعنى كلمة خليفة حفتر وقيادات الكرامة لازالوا يتطلعون إلى محاولة السيطرة على زمام الحكم في ليبيا لازالوا يريدون إفشال أي مصارات سياسية أو تهدئة أو تدخل الدولية ولذلك أنا أقول هم وقعوا في المحظور بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الضغط على السعودية بشأن رفع معدلات تصدير النفط نظرا للأزمة التي حدثت وارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تضخم ما يقارب عن مليون برميل يوميا لمدة 16 من الاحتياط الاستراتيجي لها فلذلك إن وقعوا في المحظور مجموعة المنطقة الشرقية وقاموا بإغلاق النفط كما جاء في بيانهم أتصور أن ستطالهم العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية وربما ستتخلى عنهم في مواقع معينة لذلك أنا أقول تفضلي انتهى الوقت شكرا جزيلا لك عقيد عادل عبد الكافي المسجر العسكري للقائد الأعلى للجيش سابقا شكرا لك